لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما اكتبه على شكل عدد عشري يكون العدد العشري هو كل عدد الذي يكون فيه الفاصل هنا يعدنا عدد كسري وهذا عدد صحيح 9 على 100 هي 0.09 هذا اجزاء المائة 25 زائد 0.09 تساوي 25.09 بالنسبة لعدد الثاني يعدنا 140 زائد 3 زائد 5 على 10 زائد 2 على 100 اذا 124 زائد 3 هي 123 5 على 10 هي 0.5 و 2 على 100 هي 0.02 اذا سنجمع هذا العدد العشرية هي 123 جزء الصحيح وجزء العشري تكون من 10 وأجزاء المائة الأعشر هو 5 وأجزاء المائة هو 12 اذا 123.52 بالنسبة للمجموعة الثالث عدنا 101 زائد 1 هي 102 و عدنا 0.8 زائد 0.05 هي 0.85 اذا تساوي 102.5 بالنسبة للعملية الرابعة اذا 410 زائد 4 هي 414 و 0.4 زائد 0.04 هي 0.44 جمع الجزء العشري مع الجزء الصحيح مع الجزء العشري بالفاصلة هي تساوي في الأخير 414.44 اذا بالنسبة للعملية الأخيرة 545 هي هذه و عدنا 6 على 10 هي 0.6 9 على 100 هي 0.09 اذا تساوي في المجموع 545.69 اذا هذا الجزء الصحيح وهذا الجزء العشري اذا بالنسبة للتمرين 14 تبلغ المسافة بين مدينة طنجة و مدينة الريباط على الخريطة 5 سنتيمتر بينما على الحقيقة تبلغ المسافة 250 كيلو متر اذا 5 سنتيمتر على الورق او على الخريطة و 250 كيلو متر على الحقيقة يعني الأرض الواقع اذا احدد العلاقة بين المسافة الحقيقية والمسافة على الخريطة اذا هناك علاقة كنا تعرفنا عليهم هناك علاقة بين المسافة على الحقيقة والمسافة على الخريطة اذا المسافة على الخريطة هي مئة أعلى الحقيقة أو على أرض الواقع هي 250 كيلومتر نقسمها على المسافة على الخريطة إذن 250 مقصومة على 5 تساوي 50 إذن نستنتج معامل التناسب معامل التناسب نستخرجه من المسافة الحقيقية على المسافة على الخريطة إذن طلاقا من هذين العاملين المسافة الحقيقية والمسافة على الخريطة نستخرجه معامل التناسب له في هذه الحالة هذه ديال ما بين مدينة طنجا ومدينة ريبط هو خمسون إذا معامل تناسب هو خمسون إذن عدنا هذا الجدول هذا هو جدول أعداد متناسبة نحن سنكمل بملء هذه الخانات انطلاقا من معامل التناسب اللي استنتجنا من المسافة الحقيقية والمسافة على الخريطة إذن السطر الأول هو المسافة على الخريطة خمسة سنتيمتر عشر تلاتون ستة والمسافة في الواقع إذن قلنا خمسة سنتيمتر على الخريطة تساوي مئتاني وخمسون كيلو متر على الواقع إذن فاش ضربنا خمسة باش حصلنا على مئتين وخمسون ضربناها في خمسون خمسة في خمسة خمسة وعشرون ونزيد الصفر إذن معامل التناسب هو خمسون إذن عشر في خمسون خمسمائة إذن عشر سنتيمتر في على الخريطة تساوي خمسمائة كيلو متر في على الحقيقة أو على أرض الواقع إذن 30 سنتيمتر في الخريطة تساوي 1500 مسافة الحقيقية ومسافة في الواقع إذن 6 سنتيمتر في الخريطة تساوي 300 كيلو متر في الواقع وهكذا قمنا بملأة الجدول والذي هو جدول أعداد متناسبة حيث نضربه في نفس معامل التناسب الذي استخرجناه من المسافة الحقيقية والمسافة على الخريطة إذن بالنسبة للتمرين الخمسة 15 عفوا إذن عندنا مجموعة أعداد عشرية وكذلك فرق للأعداد عشرية إذن بالنسبة للعملية الأولى عندني مجموعة عددين عشريين مئتين وواحد وخمسون فاصلة خمسة زائد 79.23 دائما قلنا نحتار الفاصيلة تحت الفاصيلة الوحدات تحت الوحدات العشرات تحت العشرات وإلى غير ذلك كذلك الأعشر تحت الأعشر وأجزاء المئة تحت أجزاء المئة كما تلاحظوا هنا يعدنا رقمين بعد الفاصلة وهنا عندي غير رقم واحد إذن كنكمل بالأصفر إذن صفر زائد 3 3 5 زائد 2 7 نزل الفاصلة 1 زائد 9 10 كتبوا الصفر احتفظوا بالواحد 1 زائد 5 6 زائد 7 13 كتبوا الثلاثة احتفظوا بالواحد 1 زائد 2 3 3 إذن بالنسبة للعملية الثانية عندي فرق عددين عشريين دائما قلنا الفاصيلة تحت الفاصيلة الوحدات تحت الوحدات العشرات تحت العشرات المئات تحت المئات دائما هذا أخذكم تحتار مهم باش تخرج العملية صحيح إذن 2 ناقص صفر 2 1 ناقص 9 لا يمكن تسلف 10 ونردها هنا إذن 11 ناقص 9 2 نزل الفاصلة هنا ولت لي 7 إذن 2 ناقص 7 لا يمكن تسلفت هنا 10 ونردها هنا هنا ولت لي 8 إذن 12 ناقص 7 5 هنا 4 ناقص 8 لا يمكن 14 ناقص 8 6 5 ناقص 2 3 وهكذا إذن بالنسبة للعملية الثالثة عندي 6 و 5.8 زائد 9 و 4.6 و 4 تساوي 106.06 دائما احترموا الوحدات تحت الوحدات العشرة تحت العشرات الفاصيلة تحت الفاصيلة وهكذا بالنسبة للعملية الثالثة الخارجة التي تخرج لي هي 4 9.4 هنا مجموعة عددين يعشريين نحترم غيء النظام اللي كانديره والطريقة الواحدة تحت الوحدة العشرة تحت العشرات والمائات تحت المائات والأعشرة تحت الاعشر بالنسبة للعملية الأخيرة عندي فرق عددين عشريين دائما نحترمه الفاصيلة تحت الواحدة تحت الواحدة العشرة تحت العشرة إذن إثنان هنا عندي جوء رقمين بعد الفاصيلة وهنا رقم واحد. نكمل بالاسفر. اثنان يناقص صفر اثنان واحد ناقص ثمانية لا يمكن تسلف عشرة ونردها هنا. احد عشر ناقص ثمانية ثلاثة نزل فاصلة خمسة ناقص وهنا ولد لي ستة واحد زائد خمسة. ثمانية ناقص ستة اثنان سبعة ناقص ستة واحد. اذا بالنسبة للتمرين ستة عشر تخرج اريج من منزلها على الساعة السابعة والنصف للذهاب الى المدرسة. اذا متى ستصل الى المدرسة? اذا علمت انها تقطع المسافة من البيت الى المدرسة في خمسة عشر دقيق. اذا في البيت تخرج على الساعة السابعة والنصف. والمدة بين البيت والمدرسة هو خمسة عشر دقيق. اذا المسافة ستصل الى المدرسة. اذا تخرج من البيت في الساعة السابعة والنصف. اذا وتقضي مدة خمسة عشرة في الطريق لكي يتصل إلى المدرسة خمسة عشرة باش ندير وغيب حل الساعة إذن هذه تعطيني هنا هي خمسة عشر إذن سبعة زائد صفر كتعطيني هنا هي سبعة إذن سبعة زائد صفر كتعطيني سبعة وهنا عندي ثلاثون دقيقة زائد خمسة عشر دقيقة سوي لي خمسة وأربعون دقيقة إذن ستصل إلى المدرسة على الساعة السابعة وخمسة وأربعون دقيقة بعد أن قضت خمسة عشر دقيقة بين البيت والمدرسة إذن وهكذا ستصل إريج إلى المدرسة في السابعة وخمسة وأربعون دقيقة إذن بالنسبة لتمرين سبعة عشر أقارنه بوضع الرمز المناسب أكبر وأصغر أو يساوي إذن هنا عندي ستمائة وتمانون سنتي لتر وهنا عندي ستة لتر زائد وتمانون سنتي لتر إذن ستة لتر بالسنتيمتر قد نحول كل شيء سنتيمتر ستة لتر هي ستمائة سنتي لتر زائد تمانون هي ستمائة وتمانون إذن هنا عندي ستمائة وتمانون هنا عندي ستمائة وتمانون سنتي لتر إذن هذين العددين متساويين إذن بالنسبة للعملية التانية عندي 3 لتر وهنا عندي 340 سنتي لتر إذن إما نحول لتر ولا نحول السنتي لتر بغيت نحول السنتي لتر غادي تولي لي هنا 300 سنتي لتر وهنا 340 إذن هذه أكبر بغيت نحول للتر هنا تعطيني 3 وهنا تعطيني 3 لتر فاصلة 4 إذن 3.4 أكبر من 3 لتر بالنسبة للعملية التالتة عندي 690 سنتي لتر وهنا عندي 690 سنتي لتر إما نحول السنتي لتر ولا نحول لتر إذن نحول السنتي لتر هنا كل شي هنا عندي 690 سنتي لتر هنا عندي 6200 سنتي لتر زائد 690ra إذن العددين السيادين متساويين بالنسبة للعمل الاخيرة انا عندي خمسة سنتي لتر وعشرة سنتي لتر وعشرة سنتي لتر وأحโاتilly 60 سنتي لتر هنا يبغوا يعطيونا انها بلاتر غي غلطوا واقي لخاطة متباعية احنا قد نسيبوها بهذه بسنتي لتر وهناك هنا صيبتها لكم بلاتر اذا خمسة سنتي لتر وعشرة سنتي لتر هي خمسة عشرة سنتي لتر مع مع ستتمائة سنتي لتر اذا ستمائة سنتيليتر أكبر. إذا اعتبرنا هذا سنتيليتر هذا هو ليتر. إذن خمسة ليتر وعشرة سنتيليتر مع ستمائة سنتيليتر. إذن خمسة ليتر هي خمسمائة سنتيليتر زائد عشرة هي خمسمائة وعشرة سنتيليتر. إذن هذه خمسمائة وعشرة سنتيليتر. وهذه ستمائة سنتيليتر. إذن ستمائة سنتيليتر أكبر. إذن إلى هنا أستودعكم الله الذي لا تضيعوا ودائعوا